بالنسبة للworking moment اللي احنا نتبه MW عشان نفهم معناه ايه لازم الاول تبقى عارف ان في الكود المصري في عندنا طريقتين لتصميم الكاميرات طريقة جديدة والمنتشر اللي بنمشي عليها كلنا اللي هي اسمها ultimate limits design method وفي طريقة تانية قديمة بايش تستخدم كتير او مع صعب تستخدم في حالات special بس بذات لما نحب نعمل تشاك على حاجة معينة اسمها working stress design method مبدان الاموركينج دي بتختصب من فيهم بطريقة القديمة اللي هي اسمها working stress design method معناه الاموركينج الاموركينج ده مقصوب بيه المومنت اللي لو اثر على القطاع هيخلي قطاع ده just safe بس just safe فأني طريقة تصميم فطريقة الworking stress design method بتانية افتكر الاموركينج ده مقصوب بيه ده المومنت اللي لو اثر على القطاع هيخلي قطاع ده just safe بطريقة الworking method في الworking دايما القطاع بيبقى مشرخ زي اي كاميرا شغالة في الدني فالطبيعي دلوقتي انه لما نحب نحسب تحت القطاع هنحسب من ناحية وطبعا فاكر المسافة من الحديد لحد نوترل اكس يبقى اسماء دي ماينس زد ولما تيجي ترسم شكل زي ما قلنا الخرصانة لفوق نوترل اكس هتبقى شالك لكن تحت نوترل اكس بناعتبارها كلها مشرخة فبنترسم السترس دوتر مفيش اصلا خرصانة هنا ومين اللي هيشيل كل التنشن زي ما قلنا الحديد ساعتها هو اللي هيشيل كل التنشن لو الكاميرا دي هتنهار في حالة الفيلير فكين قلنا ايه اللي بيحصل حاجة متنين هتحصل يقيمة سترس الخرصانة اللي فوق هنا يوصل للFCU يقيمة سترس الحديد هنا يوصل للF field خبلك لو سترس الخرصانة فوق وصل FCU ده معناه ايه مش الFCU دي كان اكبر سترس تستحمله خرصانة في الكمبرشن ده معناه ان الخرصانة اللي هي هنا بتتكسر خلاص بتنهار وكده كده الخرصانة اللي تحتمش الرخة يعني مش موجودة يعني القطاع ده تقريبا ما اعتبرش فيه خرصانة فطبعا دي تعتبر مرحلة فلير او ممكن حاجة تانية تحصل ان سترس الحديد يوصل للF field فك لو سترس الحديد وصل للF field معناه ان السيخ ده بيتمط لو سيخ تمط ده معناه ان عرض الشروق اللي تحتها تبقى كبيرة جدا اللي برضو تعتبر عندنا نوع من انواع الانهيار يبقى دايما الانهيار سترس الخرصانة هيوصل FSU او سترس الحديد يوصل بالنسبة للوركينج اللي هي الحالة اللي احنا عايزين نحسبها دلوقتي دي مش مرحلة انهيار حكين قلنا دي كاميرا شغالة عادي خالص فهتكتشف دايما ان في الوركينج اكبر سترس مسموح به حاجة اسمها allowable stresses وطبعا كلمة allowable يعني مسموح به allowable stresses دي عبارة عن قيم موجودة في الكود تختص دايما بطريقة الوركينج ديزاين مثل هتلاقي مثلا بالنسبة لسترس الخرصانة اكبر سترس مسموح به انه يوصل عندنا حاجة اسمها FC مش FSU ومكتوب في الكود مثلا ان الخرصانة اللي FSU بتاعتها 25 يعني هتنهار عند سترس في الكمبريشن 25 ال FSU المسموح بيها 9 مص ده معنى ايه معنى دلوقتي ان لو سترس الخرصانة زاد عن 9 مص الخرصانة كده نهارت لا لانه نعرف ان الخرصانة بتتكسر عند سترس 25 اما لده معنى ايه ده معنى كده ان سترس الخرصانة عدى الليمتس اللي الكود محدده فبالتالي كده الكود اعتبر ان سترس الخرصانة هنا بقى قيمته كبير قوي قرب من الماكسموم فبقى يعتبره unsafe يبقى عمل حسابك ان دايما لو سترس الخرصانة اقل من ال FSU اللي هو مثلا بتسعة ونص ده معنى ان الخرصانة safe طب لو سترس الخرصانة اكبر من ال FSU اللي هو مثلا اكبر من تسعة ونص ساعتها الكود بيعتبر ان الخرصانة unsafe هي لسه ما تكسرتش لكن خلاص دخل في مرحلة unsafe لو سترس الخرصانة قد ال FSU بالضبط اللي هو مثلا تسعة ونص ساعتها خرصانة بنعتبرها just safe يا دوبك مسيف اكتر من كده تبقى unsafe على طول الكلام ده بيتعمل في الحديد برضو ان بدل ما نوصل سترس الحديد ل FF ممكن يوصى عندنا الحاجة اسمها FS ده القلاب والسترس بتاع الستيل مثال مثلا لو الحديد اللي احنا مستخدمينه ال FF بتاعته ب350 يعني هيتمط لما السترس يوصل على 350 ساعتها ال FSU اللي بكوب بيسمح بيها 200 بس ده معناه ان لو سترس الحديد زاد عن 200 هنعتبر الحديد unsafe هو لسه ما تمطش لكن قرب من مرحلة الخطر طب لو السترس الحديد اقل من ال FS اللي هي ب200 يبقى حديد يعتبر safe طب لو السترس حديد 200 بالزبط ساعتها يعتبر just safe يبقى اخد بالك ال FC وال FS دول بنسميهم عندنا eligible stresses وبيتجابوا منين؟ بيتجابوا من الجداول لو السترس بتاع الخرصان على الحديد اقل من الالابل يبقى safe لو اكبر من الالابل يبقى unsafe لو قد الالابل بالزبط يبقى just safe هتلاقي مثلا في الكود فيه جدول فيه قيمة FSU وال FSU اللي قدام بس هتلاقي ان لو FSU ب20 هتلاقي FSU بتاعتها ب8 طب لو FSU ب25 فكين زي مثال اللي قلنا عليه هتلاقي FSU بتاعتها ب9.5 لو 30 هبقى ب10.5 لو 35 ب11.5 لو 40 ب12.5 برضو هتلاقي فيه عندنا FF لو حديد FF بتاعته 240 هتلاقي FSU بتاعته ب140 لو FF 350 نتلاقي FSU بتاعته ب200 لو مثلا ربعمية هتبقى ساعاتها ب20 لو FF 120 هتلاقي ساعات ال FSU ب2 و30 الكلام ده هتلاقي شكله بالزبط في الكود عامل كده هتلاقي في الكود في الآخر خالص في ملحق نمرة واحد في آخر الكود وفيه جدول ده الجدول ده هتلاقي مثلا هنا مكتوب مقاومة الخرصانة المميزة خرصانة المميزة اللي هي مقصوبة ال FSU وتحت هنا هتلاقي FSU بتاعت الانحناء او ضغط كبير اللي هي مركزي الانحناء ده لو زال البلطات والكاميرا اللي هي FSU يبقى المطلوب هنا هتلاقي قيمة FSU هنا والتالت خانة FSU اخد ساعت FSU بكام امشي ساعت زي آخر خانة يعني هنا لما زودنا FSU خمسة FSU زادت واحد يبقى لما نرجع زود خمسة تاني هزيد واحد يعني بدل 10.5 تبقى بكام 11.5 طب لا 40 هتبقى بساعتها 12.5 وهكذا ده بالنسبة الخرصان بالنسبة الحديد هيبقى مكتوب تحت اللي هو الصلب أو الفولاز هنا بالنسبة للحديد الطري اللي هو FSU 240 هتلاقي FSU 140 لو FSU 350 هتلاقي ساعتها FSU 200 لو 400 بقى لو 420 بقى 230 ده من الاخر الملحق اللي عن طريق على طول هتعرف تطلع FSU FSU لأي قيمة FSU FSU given عندك في مسألة